نحن نغلق على الله منغلقون معظمنا منغلق على ربه لا يلا هو لذلك نحن فقراء فقراء في جميع الميادين فقراء عرفانيا وحتى فقراء ماديا مش قدرين نغادر ايه فقرنا المادي اللي كان ممكن نغادر بسهولة والله وفقنا يفتحلنا ابوب توفيق رهيبة لا تخطو عبر البشر بالدعاء المستجاب دعاءنا غير مستجاب طب ليش غير مستجاب لأننا منغلقون طب ايش دخل هذا بهذا منغلقون لا نعرف ندعو ولا ندعو الله ندعو ايش اخر على فكرة ندعو كيان اخر مش الله الذي ندعوه كما ندعو مش هذا الله واضح والدعاء نفسه مش هو الدعاء الذي يستجاب الدعاء كالمفاتيح الدعاء كالمفاتيح اذا اتيت بالمفتاح الذي يفتح الخزنة سيفتح اذا اتيت بغيري مهما كان مزوقا مهما كان جميلا مزركشا وقد يكون من ذهب او فضة وعليه حجرة ايه الماس لن يفتح صحيح لذلك مهما اجتهدنا ان ندعو في المنابر هنا اه وفي المحاريب وفي مكة والمدينة ونحفظ كتب الادعية وهي مزجوعة في معظمها ونتلوها كما نتلو القرآن ونتباكى بالكذب والرياء والتظاهر اه او بايه تحت ثقل وبهضة الاثام والذنوب هنا استبتل انه من ذنوبه من ذنوبه انا رأيه مرة امرأة تبكي ايش عند الجمرة الكبرى تبكي تبكي ودصيح طبعا تقول ما شاء الله هذه خاشعة لا هي تبكي عن مصائب التي ايش يعني فعلتها بيديها ثم نزعت خذائها عمري ما انسها في الاربعة والدسعين وجعلت تضرب قال ابليس اه وتقول انت السبب كذا فيك وابوك كذا انت السبب يبدو مخرب بيتها بالكامل هي وتبكي اه ما تبكي خشوعا اه ولا خوفا ولا خشية تبكي ايه يعني لبهاضة ايه الدمار الذي احدثته الابهاضة الاثم والفواحش ربما التي ارتكبتها وفعلتها في حق نفسهم في حق غيرهم الناس كل هذا لا يوجد عند الله كل هذا مش دعاء ما 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 بفتح واحد بسيط صادق عرف الله حقا وعرف ايه كيف يدعو وكيف يبرهم فقره ايه الله اللي عملنا عليها خطبة بصراحة اذا بدك الله يلبيك في كل دعاء تقريبا الا ما شاء في كل دعاء الا ما شاء بدك تعيش حياة العارب بالله اللي احسن تعريف له انه هو الذي لا لا يزول اضطراره ولا يكون مع غير الله قراره هذي اعظم تعريف العارب بالله مر عليه في حياتي هو هذا في سيدي من عطال الله سكندري العارب بالله بكون ملياردير عنده مليارات واذا دع الله بالملح او بالخبز يدعو بكامل بملء الشعوب الفقر اني ربي فقية الفقير جدا الى الملح لو هذا الملح ما تيسر انا حجوع وملياراتك مليارات ايش ولا حط فيها ثقة بمقدار حبة ملح واحدة هو هذا العارب بالله في هيك الله ان شاء الله يكون فهمة محمد زيك ان شاء الله ان شاء الله يكون في زيك بس صعب يعني هذه الشغلة صعبة كثيرة احنا ما عندنا مليارات وعننا شوية علوف نشعب ماذا بحالة غناء هل نستطيع نحتفظ بهذه الحالة دائما نحنا هو هذا حتى لو عندك ايه مليارات بده تحتفظ بدعاء المضطر كيف المضطر اللي بنته ايه ممكن تموت بعد ايه عشر ساعات اذا ما اعطهاش الدواء ايه في ظرف ايه خمس ست ساعات وما عندوش ولا فلس كيف حنحن دعاء بهذا الدواء بهذا الدواء يكون دعاء مضطر مفروض صاحب المليارات يدعو مثل هذا الدعاء دعاء مضطر طب المليارات لا ثقة لي بها لا ثقة لا ثقة لو شاء الله اقسم بالله تذهب في لحظة في ثانية وتعود فقيرا تجوز عليك الصدقة ايش رأيك هذا العرب بالله الذي لا يزول يعني الى الله اضطراره لا يزول اضطراره ولا يكون ايه بغير الله ومع غير الله قراره لا يقر ولا اطمئن الا الى ربه وهو في حالة اضطرار اللهم اعطنا ذلك هذا العارف هذا صاحب المفاتيح شفت مفاتيح صديقة بتلاقيها وقديم وصغير هيك تك بفتح وبدخل وانت جايب لي مفاتيح نص متر ومدهبة وشغين عليها وعملها دعايات ما بتفتح ما بتفتح يا حبيبي ما بتفتح ايش المفاتيح هذه محفوظاتك حفظ الكتاب ادعيها صغيرة ها ومين ومين وحيني وكله والفاعلين والذهبين والراجلين والطالعين والنازلين اعمل لي فيها سجع وبتغني لي في الدعاء ولا دعوة استجيب لها ولا دعوة تعلموا يا امة محمد ان تتركوا حالة الكذب اللي احنا فيها هذه اقسم بالله حالة الرياء والكذب والدجل ودجل على انفسنا على رب العزة ما في حدا بدجل لا اله الا هو روح ادعوا تباكم ما في دعوة استجاب رحمة الله على شيخ الاسلام والشيخ العارفين في وقت ابراهيم ابن ادهم ابو اسحاق رضوان الله عليه قال مرة كنت في الحجة ابو اسحاق ابن ادهم بقول انا كنت في الحج ويوم عرفة يوم الوقف يعني في عرفات الناس سهل عرفات وهذا يدعو وهذا يبكي وهذا اصيح وهذا كان كله قال وإلى جانبي اعجمي مسلم سهل الدموع على ايه خدي شعورا منه بالعجز مبعب العربية مسكين وابرهيمي بلدها طبعا ايه برضو عجمي هو فقال قلت له يا اخياني الا دعوت ربك قال لا احسن لا احسن ادعو كما تدعون حفظين ايات انتو حديثوا اشياء ما مش حافظت يا اشياء قلت له لا عليك ادعو بما تشاء كيف تشاء بلغتك قل له ادعو بعجميتك يعني فقال رفع يدي ودعا بدعوات خفيفة يكبل فارسي وكذا قال غلبتني عيناي فرأيت ملكا من السماء نازلا يكتب حتى دنم مني فقال قد لبى الله دعوات الموسم هذا ايه دعوات الحجيج هذا الموسم كرامة لهذا الاعجمي الصادق الله قبل الجميع عشان هذا عشان دعوته مقبولة الله اكرم انه ايش يقبل دعوة واحد يرد دعوة الثانين قال قبلتكم جميعا لانني قبلته هو الافهه الفهه الافهه العيي اللي ما عنده بلاغة وما عنده ايه فصاحة وما عنده جزالة لكن دعا من قلب يستشعر الفقر متحقق بالفقر هذا نحتاج ان نتعلم ونحن نفتح على الله تبارك وتعالى